أخوتي السلام عليكم كنتم تكونوا بأحسن حال ورجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة لما إن شاء الله نشارك معكم واحد الوصفة جيدة رائعة من بين الوصفة المحببة عندي وسهلة جدا كبير وصغير كتعجبوا ومقادير ديالها جيدة بسيطة طريقة صحة ديالها سهلة ماشي صعيبة وفي المتناول وقبل المعدة وما كرهت إلي كانت هذه أول مرة كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك ونبدأوا دبع لبركة الله أول حاجة كنحتاجوها هي أربعة ديال بيطات مكمولين يكونوا بحرارة الغرفة كيف ما كتعرفوا دبكين البرد فحاولوا أنكم تخرجوا بيطات ديالكم من النبيرة شي ساعتين قبل ما تعدلوا هاد الكيكا نحتاجو أربعة ديال بيطات مكمولين كيف ما كتشوفوا نزيد عليهم نصف كاس ديال السكر وحد ساشي دفاني هاد الطبقة ديال الكيكا ما تكون شحلوة بزاي فحاولوا أنكم تكتروا شي من السكر بزاف أول حاجة كنطربوا على السرعة تكون جدا قليلة يعني مثلا موش السرعة كبيرة في الأول غير انفوات بدأ الحاجات يندمجوا مع بعض طياته عادي كذلك الساعات كنطربوا مزيان حتى كنحصلوا على هاد اللون حتى ديال بيطات ديالكم نرجع اللون ديالهم أبيض في حال هيدا وذلك ساعتك عنزيد عليها طحين بنسبة لطحين هنحطو شوية بشوية بايش ندمج مزيان مع بعض طياته هنحتاجوا تقريبا كاس اللارب كاس اللارب ديال الطحين حاولوا أنكم تخدموا الطحين ديال الحلويات وكتغرب له وتما كتخدموا قسموا الطحين ديالكم شوية بشوية كنزيدوا أيضا جوج مغارف كبارين ديال كاكاو المور وكنزيدوا عليها تيوحة خميرة ديال الحلويات وكنغرب له كل شي وكنقسموا هاد المقادر على ثلاثة ديال مراحل يعني حطو شوية بشوية حتى كندمج الخليط كامل وكرجح لون واحد ومتكنوا كتخلطو كم دو من تحت الفوق من تحت الفوق بايش البيطات ديالكم ما يطيحوشي ديالجا إلا خلطو بالزربة فالبيطات كتطيحو وحتى الكيكا ديالكم ما كجيش من فشفشة ومن فوشة كجي كجي كجيكم لصقة كجيكم صغيرة ما كجيش يطلعة شويش هنه هنا يبغيناها جي متوسطة ما جيش غليطة بالزايف وما جيش تلقيقها بالزايف باش هي اللي عدتكم عنا هي الطبقة اللي اللي هنحطه فوق منا الكريمة بالنسبة ان هاد الطبقة ديال الكيك عندخلوها نفرن درجة ديال الحرارة ديال 180 درجة و هنخليوها تقريبا 20 حتى ال 25 دقيقة كيبقى لحسب الفورن ديالكم هنجبو اي لاتة ديال فورن هتخدمو بها و هنحاولو مترا انا هادا هنخدمو ديال الحديد كيف ما شفته هنحط عليه ورق ديال الطبق اللي خدمتو ديال الجاج ما كتحتاجوش انكم تخدمو ورق ديال الطبق هنحطو الكيك ديالنا كاملة في ديال المول وندخلوها الفرن ماليكا طيب كنخرجوها و كنتقبوها هيدا بشي فخشت كنحاولو اننا نتقبوها مزيان عادك ديكساته كنجيبو واحد الكاس عمر ديال الحليب اللي كيكون ديجا ساخن يعني يكون ساخن كيف ما كتشوفه كتلع ما انه قربو كنكبوه فوق ديال الكيكة كاملة هذي الحاجة كتخلي ان الكيكة ديالنا تكون كتدب في الفوم و دابا انتقلو الكريمة اللي نحتاجو لها تقريبا 400 ميلي لتر ديال الكريمة كتجي تقريبا جوش كيسان عمر ديال الكريمة حاولو ان يدين ديال ترى بيكونوا باردين زائد ديك البولة اللي عطربو فيها هال الكريمة خصت كنت هي باردة بس كريمة ديالكم كتلع دغية و ما كتاخدتي بزاف تيالوقت انا هنها خدمت كريمة اللي مروفة اللي هي اولالا عنزيد عليها جوش ديال ديال شوكولة اذا كنتم من محبي الكرامل كتاخد موضاني ديال الكرامل او لايناك هاتو ما كتب غيوها غيوها ديال شوكولة كيزي مزيون حيث ديجا مني عن طربوها هايضا عنزيدو نحط عليها واحد تقريبا 200 جرام ديال شوكولة السوداء اهني خدمت شوكولة السوداء 75 في المية باش كياتي ديك ماداق كياتيوها الماداق مزيون مع الكريمة كم قون طربو مع بعطيات هاد هاد المكونات كامل وحاولو انكو مني تربو تربو مزيان هي ديجا مني تحطو شوكولة السوداء فهي ديجا ديك الكريمة كتعقد مزيان كنحطوها فوق ديك الكيكة اللي كنا عدناها ونجيبو اي حاجة هيدا باش كنلمسوها ميستارة او لموسة او لاي حاجة غش كنلمسو الواجهة الفقانية وديك ساعتك ندخلوها شوش تبرد هيداك في النيبيرا عاديك إلا كنتو خدمتو هاد النوع ذي المون اللي كتفتح كتزولو كتزولو هاد الايطر وعاديك تبعو تلمسو الحشيان اللي كتضر بيها حاولو انكم غاهدة شوية بشوية حتى تلمسوها هي مني كتبرد كتتعاونكم انكم تخدمو بيها اكتر كم قومشين هيدا حتى نحصل له حتى طبقة اللي هي مزيونة بالنسبة لك كيف ما شفتو مكهي شي غليط بالزايف كان داخلوة تحت دياننا للمجنبية نخليها تبرد وفي هاد الاثناء نحضروا غناج اللي عن زقوبه الفوقي هنجيب واحد قطع ديها الشوكولة سواء شوكولة سوداء او شوكولة بالحليب كنكبع ليها تقريبا واحد الكسد ديال كريمة سائرة اللي سكتكون ساخنة وكنبقوا نخلطه نخلطه حتى كدوب كدوب نجيب غيب الفوقي هكذا سواء بمغروفة او باي حاجة تحاولوا انكم تعملوا هاد الانكترين هاد الانكترين والباقي كامل نحطه فوق طبقة الفوقانية ولكن قبل ما تعملوها تأكدوا ان شوكولة لا تكون شوكولة ساخنة بحيث كان سخونة فال كريمة ستحبط لكم فاخصتكم دافي بحرات المطبخ اختياري كما شفتوا اي حاجة متوفرة عندكم انا كنت عندي متوفرة في الساحة او ثانا انا من لغي هادا شققتها شويش بكتجيبها الاشكيل ديال الوريدة وحطيتها عنزينة ايضا بشويش ديال الشوكولة بيداغين من الفوقي عنرشة يعني تقدر تعملوا اي حاجة متوفرة تقدر تخليها هادا بلاد الزين بلاد حاجة تهيه كتجي مزيونة المدق ديال كيجي رائع طعم ديال الشوكولة السوداء كيجي منزيون بالزايف واهم حاجة هي انها كتجي خفيفة وكتطلحن اي مناسبة سواء راس العام سواء عيد ميلادات اي مناسبة عندكم كتطلح لكم كنتمنى ان هالوصفة تكون لنت الاعجاب ديالكم واناكم تجربوها وتردوها لي صحتكم